قال وزير الدورة لشؤون مجلس وزراء الشيخ محمد العبدالله إن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيتعامل مع الاستجواب المقدم بحقه من أبو عبد الحميد دشتي وفق المعايير والأطر الدستورية والقانونية وانسجاما مع مبدأ تعزيز التعاون بين السلطتين وأضاف العبدالله إن الحكومة لا تجزع ولا يضيق صدرها بأي سؤال أو استجواب ما دامت تعمل تحت إطار الدستوري وسقف القانون وعلى جدول أعمال جلسة التاسع عشر من الشهر الجاري أدرجت سجواب النائب عبد الحميد دشتي لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والذي قدمه النائب ظهرا من محاول أربعة أولها مخالفة أحكام الدستور والتهون في هيبة القانون فيما جاء المحور الثاني حول عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الخليجية في حين تطرق المحور الثالث إلى إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت أما آخر المحاور فجاء تحت عنوان التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لإحكام الدستور ونصوص القانون وقد كشفت الأحداث الأخيرة قصورا كبيرا لدى وزارة الخارجية حتى انعكس ذلك على الحال الداخلي وهو ما أثر سلبا على شرائح المجتمع الكويتي فقد تقاعست وزارة الخارجية عن دورها المنوط وفقا للدستور والقانون في الدفاع عن المواطنين الكويتيين والمؤسسات الكويتية وبناء على ما تقدم فأني قد تقدمت باستجوابي استنادا لنص المادة مئة من الدستور التي تنص أن لكل عظم من عضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابا عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ومن المفارقة التي شهدها تصريح النائب دشتي حول استجوابه قيام النائب باستبدال اسم عاصفة الحزم التي تقوم بها قوات التحالف في اليمن بعاصفة الصحراء الآن يأتي من يريد أن يحجر على الشعب الكويتي أن يقول رأيه يعني اليوم محرم على الكويتي أن يتكلم في أي شأن في عاصفة الصحراء ترجمة نانسي قنقر